موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء تلاميذة تلميذة جذب مسترك علوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي التي سنحاول من خلاله إن شاء الله تدعيم بعض المعارف حول التوالد الجنسي عند كاسية البدور وذلك من خلال تستير هدفين تعرف الأعضاء والبنيات المسؤولة عن التوالد الجنسي عند كاسية البدور وتعرف مختلف مراحل التوالد الجنسي عند كاسية البدور إذن توكلنا على الله سنستهل الموضوع إن شاء الله بتمهيد حول كاسية البدور سنطرح بعد ذلك أسئلة لنجيب عليها من خلال عدة أنشطة تعتبر كاسية البذور نباتات زهرية تتميز بإنتاج بذور داخل الثمرة تتوفر الأزار عند هذه النباتات على بنيات تنتج أمشاجا تتحد فيما بينها ثم تخضع لمجموعة من الظواهر والأحداث لتعطي فرضا جديدا محافظا على صفات النوع يكون قادرا بدوره على إعمار أوساط جديدة فيما يتعلق بالأسئلة يمكنك عزيز التلميذ عزيزة التلميذة طرح عدد مهم من الأسئلة في الموضوع التي سنركبها على شكل سؤالين سؤال أول ما هي البنيات المسؤولة عن إنتاج الأمشاج عند كاسية البذور؟ سؤال ثاني ما هي مختلف الظواهر والأحداث المميزة للتوالد الجنسي عند كاسية البذور؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنقترح عليك عزيز التلميذ أربعة أنشطة أولاها ملاحظة أزهار مختلفة هناك تنوع كبير فيما يخص الأزهار عند كاسية البذور حيث نجد أزهارا منظمة تتميز بعدة محاور تماثل تمر من مركز الزهرة وتقسمها إلى قسمين متماثلين مثل زهرة الزئبق وأزهار غير منظمة تتميز بمحور واحد ينقسم الزهرة إلى قسمين متماثلين مثل زهرة السيسم وهناك أيضا أزهار بسيطة من حيث مكوناتها مثل زهرة الكرز وأخرى نسميها مركبة تتركب من عدة زهيرات مثل زهرة الأقحوان إضافة إلى أزهار تنائية الجنس تحمل في نفس الوقت أعداء تولي الذكرية وأنتوية مثل الكرز وأخرى أحادية الجنس تحمل إما الأعداء الذكرية أو الأنتوية مثل البلوض لكن رغم تنوع شكلها الخارجي لونها تموضع أعضائها بالنسبة لبعضها البعض تتميز أزهار كاسية البدور بتعديم وحد يجعلوننا تسأل ما هي وحدة تعدي الأزهار للإجابة على هذا السؤال سنتطرق للنشاط الثاني دراسة الزهرة الذي سنتعرف من خللها مكونات أزهار كاسية البدور والتي تنقسم من حيث دورها إلى أعضاء وقائية خارجية تحمل أعضاء الداخلية أعضاء توالدية داخلية تنتج أمشاجا ذكرية وأنتوية تتكون الأعضاء الوقائية من الكاس وهو مجموع السبلات لسيبال تكون إما ملتحمة أو منفصلة التويج وهو مجموع البتلات لبيطال أو ما يسمى بالأوراق تويجية تكون كذلك إما ملتحمة أو منفصلة أما أعضاء التوالد فتتكون من الأعضاء الدكرية المتمثلة في الأسدية لزيطامين وتتكون من خويط ومئبر وأعضاء أنتوية تتمثل في المدقة التي تتكون من كربل أو كربلات لكاربال وهي تتكون من ميسم وقلم ميسم ومبيض يمكننا عزيزي التلميذ كذلك خلال دراسة الزهرة تمثيل مختلف أجزائها على شكل أخطوط زهري أو على شكل علاقة تدعى الصيغة الزهرية ولإنجاز الأخطوط الزهري نرسم أربعة دوائر تميز المكونات الأربعة للزهرة السبلات، البتلات، الأسدية والكربلات نلاحظ الزهرة من الأعلى حيث نأخذ بعين الاعتبار التموضع الهندسي لأجزائها بالنسبة لبعضها البعض ثم نرسم في الدائرة الخارجية أشكال تمثل السبلات مع احترام عددها وتموضعها في الزهرة ثم نرسم البتلات في الدائرة الثانية ثم الأسدية في الدائرة الثالثة وأخيرا الكربلات في الدائرة الرابعة لنحصل في الأخير على تمتيل لمختلف مكونات الزهرة أخذين بعين الاعتبار عدد كل جزء من أجزائها وفي نفس الوقت تموضعها الهندسي بالنسبة لبعضها البعض فيما يتعلق بالصيغة الزهرية فهي علاقة تأخذ بعين الاعتبار عدد مكونات الزهرة حيث نأخذ الحرف الأول من كل كلمة ونضيف إليها رقم يشير إلى عددها في الزهرة مثال تتوفر الزهرة الممثلة في الأخطوط الزهري على 5 سبولات نكتب 5S تتوفر كذلك على 5 بتلات نكتب زائد 5P تتوفر على 25 سودات نكتب 25E ثم في الأخير تتوفر على جزء واحد من الكربلة نكتب 1C لنحصل على صيغة زهرية 5S زائد 5P زائد 25E زائد 1C بعد دراستنا لمكونات الزهرة سنتطرق الآن للنشاط التالي وهو النشاط التالي تعرف الأسدية ودورها في إنتاج الأمشاج تتكون السودات من خوائط ينتهي بمئبر إذا ما قمنا بإنجاز مقطع عرضي للمئبر سنجد أنه يتكون من أربع أكياس لقاحية محاطة بثلاث طبقات بشرى خارجية طبقة مغدية داخلية بينهما طبقة ميكانيكية داخل الأكياس اللقاحية نجد حبوب اللقاح التي يتم تحريرها خلال مرحلة النج عبر شق يسمى شق الإنفلاق هذه الملاحظة تجعلنا نتساءل عن مراحل تشكل حبوب اللقاح وعلاقتها بالأمشاج الدكارية مراحل تشكل حبوب اللقاح تتكون خلايا أم تنائية صيغة الصبغية لحبوب اللقاح من خلال انحدارها من إحدى خلايا المئبر تتعرض هذه الخلايا لانقسام اختزالي لتعطي خليتين ثم أربع خلايا أحدية صيغة الصبغية تسمى بويغات تتعرض نواة كل بويغ لانقسام غير مباشر لتعطي نواة إنباتية وأخرى تولدية أخيرا بعد تعرض كل بويغ لمجموعة من التحولات يعطي حبة لقاح مكونة من خليتين إحداهما نباتية وأخرى تولدية تعتبر منطلقا لتشكل المشيج الدكاري بنفس الطريقة يدرس النشاط الرابع بنية المدقة ودورها في إنتاج الأمشاج الأنتوية تتكون المدقة من ميسم وقلم ميسم ومبيض بإنجازنا لمقطع عرضي على مستوى المبيض نجد أنه يتكون من بويغة أو عدة بويغات حسب نوع الزهرة ترتبط بجدار المبيض بواسطة حبل سري على مستوى المشيمة حيث تتكون البويغة من منطقة مركزية تسمى الجويزة تحتوي على كيس جنيني يعتبر أهم مكون في البويغة مما يدفعنا من جديد للتساؤل حول مراحل تشكل الكيس الجنيني وعلاقته بالمشيج الأنتوي مراحل تشكل الكيس الجنيني تتعرض إحدى خلايا الجويزة للتفريق لتعطي خالية أم تنائية الصغة السبغية للكيس الجنيني تتعرض هذه الخالية لانقسام اختزالي لتعطي أربع خلايا أحدية الصغة السبغية تنحل ثلاثة منها وتبقى واحدة تتعرض نوات الخالية المتبقية لثلاثة انقسامات غير مباشرة لتعطي ثمانية نوات تتعرض بدورها لعدة تحولات لتعطي سبع خلايا ثلاثة معاكسة خلية مركزية بنواتين خليتين مساعدتين وبويضة غير ملقحة بمثابة المشيج الأنتوي كخلاصة وللجواب على سؤال ما هي البنيات المسؤول عن إنتاج الأمشاج الذكرية والأنتوية عند كاسية البدور يتكون الجهاز التنسل الذكري أي السودات من خويط يعلوه مئبر يحتوي على أكياس لقاحية تنحدر منها خلايا تنائية صغة صبغية تخضع لعدة انقسامات وتغيرات لتعطي حبة لقاح تتكون من خلية إنباتية وأخرى توالدية تعتبر مصدر الحيي المئبري أي المشيج الذكري بينما يتكون الجهاز التنسل الأنتوي المدقة من ميسم وقلم ميسم ومبيض يحتوي هذا الأخير على عدة بويضات تتكون بدورها من عدة خلايا أهمها البويضة غير ملقحة التي تعتبر بمتابة المشيج الأنتوي للإجابة على السؤال الثاني نقترح كذلك أربعة أنشطة أولها بعنوان الأبر وأهميته بعد نطج حبوب اللقاح تحرر من طرف المئبر وتنقل لتلتصق بالميسم إنها ظاهرة الأبر حيث نميز بين نوعين منها أبر مباشر تنقل في حبوب اللقاح من مئبر إلى ميسم نفس الظهرة وأبر غير مباشر تنقل في حبوب اللقاح من مئبر زهرة إلى ميسم زهرة أخرى من نفس النوع يتم الأبر بفعل عدة عوامل مثل الرياح الحشرات الطيور الإنسان وهو يلعب دورا أساسيا في الميدان الفلاحي أنه يساهم في ازدياد مرضوضية المحصول الفلاحي بعد وصول حبة لقاح للميسم تنبت ويتشكل أنبوب اللقاح حيث سنتعرف من خلال النشاط الثاني إنبات حبوب اللقاح ودورها في التوالد الجنسي عند كاسية البدور بعد سقوط حبة اللقاح النادجة والنوعية على الميسم المهيئة لاستقبالها تمتص حبة اللقاح الماء فيظهر أنبوب اللقاح حيث تحتل النواة الإنباتية مقدمة أنبوب اللقاح متبوعة بالخلية التوالدية خلال استطالة أنبوب اللقاح يفرز الميسم مادة كيميائية تسبب نمو وتوجيه حبوب اللقاح نحو المبيل إنها ظاهرة الإنجداب الكيميائي وفي نفس الوقت تبدأ الخلية التوالدية في الانقسام عند وصول أنبوب اللقاح إلى البوييدة تتلاشى نواة الخلية الإنباتية ويتشكل الحييين المئبريين يخترق أنبوب اللقاح البوييدة عبر النقير ليساهم في إيصال الأمشاج الدكريا التي تخصب البوييدة من خلال النشاط الثالث سنتعرف الإخصاب عند كاسية البدور والذي ينعت بالإخصاب المضاعف بعد ولوج ونبوب اللقاح للبييدة يطرح داخلها حييين مئبريين حيث يتحد أحدهما مع البييدة غير الملقحة فينتج عن ذلك تكون بيضة نائية صيغة صبغية نسميها بيضة رئيسية بينما يتحد الحيي المئبري الآخر مع نواة الكيس الجنيني فينتج عن ذلك خلية لاتية صيغة صبغية نسميها البيضة التانوية إنه الإخصاب المضاعف الذي يتطلب تدخل حييين مئبريين والذي نصادفه حصريا عند كاسية البدور بعد الإخصاب المضاعف تتكون البيضة الرئيسية والتانوية وتنحل الأوراق والأسدية ويتضخم المبيض ليتحول إلى تمر وتتحول البيضات المخصبة إلى بدور والتي سنتعرف من خلال النشاط الرابع مراحل تشكلها وإنباتها تتعرض البيضة الرئيسية لانقسامات غير مباشرة فتعطي البنيات الأولى للجنين ثم تتكاتر البيضة التانوية على حساب الجويزة لتكون كتلة خلوية مليئة بالمضدخرات الغذائية اللازمة لتطور الجنين تدعى السويداء أخيرا تتطور أغلفة البيضة تدريجيا إلى غشاء للبدرة التي تتعرض للتجفيف فتخفض من تبادلات الغذائية والتنفسية مع الوسط الخارجي لتدخل في حياة بطيئة في انتظار ظروف الإنبات حيث تتمثل هذه الظروف أساسا في الماء تنائي أكسجين والحرارة حيث تؤدي توفر هذه العناصر إلى استعادة خلايا البذرة لنشاطها وذلك عبر مراحل يمكن تلخيصها كما يلي دخول الماء إلى البذرة مما يؤدي إلى انتفاخها وتمزق الأغشية المحيطة بها مما يؤدي إلى بروز الجذير وانغرازه في التربة وتفرعه ينمو الجذر وتظهر أولى الوريقات ثم يبرز الساق والأوراق ويتلاشى ما تبقى من البذرة كخلاصة للجواب على سؤال ما هي مختلف مراحل تولد الجنسي عند كاسية البذور بعد تشكل حبوب اللقاح أو بصفة عامة بعد تشكل الأمشاج تنقل حبوب اللقاح بفعل عوامل الأبر إلى ميسم نفس الظهرة أو ظهرة أخرى من نفس النوع تجد حبوب اللقاح الظروف الملائمة لتشكل أنبوب اللقاح الذي يسمح بنقل الحييين المئبريين نحو البيضة حيث يخصب أحدهم البيضة غير ملقحة لتعطي البيضة الرئيسية ويخصب الحيي المئبر الآخر نوات الكيس الجنيني ليعطي البيضة التانوية إنه الإخساب المضاعف تتحول البيضة الرئيسية إلى جنين والتانوية إلى سويداء مكونة البذرة التي ستستعيد نشاطها عند توفر الظروف الملائمة لتعطين بيتها تنمو بدورها إلى أن تصبح نبتة بالغة قادرة على إنتاج الأمشاج إلى هنا أعزائي عزيزاتي نكون قد أنهينا الدرس دمتم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر